بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعينا وبعد عدنا إليكم بشوق أخي الطالب واختي الطالبة في درس جديد نكمل فيه ما بدأنا عن الجدل والحوار في القرآن الكريم تكلمنا بالأمس درس سابق عن معاني أو عن معنى الجدل والحوار ثم ذكرنا كيف أن إبليس جادل ولم يفلح في جداله ثم ذكرنا بعد ذلك أخي الطالب واختي الطالبة أن الجدل والحوار قد يكون ممدوح أو مذموم عليهم نأتي وإياكم إلى الصور من آي القرآن الكريم يذكر فيها الجدل والحوار فإلى درس اليوم حياكم الله أولا الجدل والحوار في القرآن رقم اثنين هو الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ ما المراد بالجدل في القرآن الكريم نتكلم تكلمنا في درس سابق فماذا يراد بالجدل في القرآن الكريم نعم أحسنتم هو أساليب المناظرة التي جاء بها القرآن لماذا لإظهار الحق وإقامة الحج على المخالفين فهو يراد بإظهار الحق وإقامة الحج هنا إظهار وهنا إقامة السؤال الثاني ما المراد بالحوار ذكرنا بالأمس أن الجدل في شدة وقوة أما الحوار في هدوء ولطف فما يكون تعريف الحوار نعم سنتم هو حديث بين طرفين هو أطراف عدة لعرض وجهة النظر بينهم حول مسألة محدث بقصد التوصل إلى حل مناسب فهو حديث بين طرفين لماذا لقصد التوصل إلى حل مناسب لمسألة معينة أنواع الجدل الجدل قسمان ذكرناه بالأمس وقبل قليل نعم حسنتم الأول جدل ممدوح والثاني جدل مذموم وذكرنا ذلك في درس السابق وضربنا لكل واحد منهما مثالا نأتي وإياكم إلى درس اليوم الجدل والحوار في القرآن الكريم إلى صور وأمثلة فما هي أهداف هذا الدرس أولا أن يبين المراد بالجدل في القرآن الكريم بين الطالب المراد بالجدل في القرآن نفسه وليس بعد الجدل بشكل عام ثانيا أن يعدد أنواع الجدل وذكرناها قلنا قسمان وسيأتي ذلك في القرآن الكريم أن يعدد بعضا من صور الجدل وهو درس اليوم نوضحه بشكل أوضح مع تطبيق الجدل المذموم والجدل الممدوح صور الجدل والحوار في القرآن الكريم أولا تضمن القرآن جميع ما يستعمل في المناظرات والحوار من البراهين والأدلة العقلية كما قال الله جل وعلا ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير فمحمد صلى الله عليه وسلم منصور من عند الله جل في علاه ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون فالقرآن فيه البيان والإيضاح وهو كلام رب العالمين لكن ذلك موقوف على استكشافه منه بحسن التدبر والفهم عن الله عز وجل فهذا هو المطلوب من الإنسان أن يتدبر كلام الله جل وعلا ليلين قلبه ويخشع فؤاده وفي قصص الأنبياء كثير من تلك الأدلة على التوحيد وإثبات النبوات فمن تلك الأساليب يأتي معنا الأساليب أراد الله فيها جل في علان يقيم الحجة على بني آدم أو على بعض بني آدم خاصة في إنكارهم في قضايا التوحيد أو قضايا البعث أو النبوة يأتي معنا أولا إلزام المخاطب بطريق الاستفهام عما هو مسلم عنده حتى يعترف بما ينكره الله جل وعلا يأتي باستفهام في الآية ويراد بهذا الاستفهام أن الله جل وعلا يريد إقامة الحجة على ذلك المنكر وذلك المجادل فما مثالها قال الله جل وعلا في رد فرية اليهود كذب اليهود اليهود قوم بهتان وقوم كذب وذكرهم الله جل وعلا في آيات كثيرة ورد عليهم منها قوله وما قدر الله حق قدره الله جل وعلا يخبر أنه سبحانه جل فعلا ذو قدر وذو علو وأن اليهود لم يقدروا ربهم حق قدره فقال الله وما قدر الله حق قدره لماذا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هذا هو رأي اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء فنقل الله كلامهم وقولهم ألن يأتي معنا إلزام المخاطب بطريق الاستفهام الله جل وعلا يعطيهم قل من أنزل هذا استفهام الآن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ونورا موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس هو في حقيقة هدى وبيان للناس تجعلونه قراطيس أنتم في حقيقة الأمر لم تتذبروا ما آتاه الله جل وعلا لموسى عليه السلام بل جعلتم قراطيس لا تفتحونها ولا تقرأونها ولا تعون ما فيها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هذه حقيقة اليهود حرفوا كلام الله جل وعلا يبدون ما أرادوا ويخفون ما لم يريدوا بيانه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات زنازان يهودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة يهودية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقيم الحد بما هو موجود عندكم في التوراة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عالمهم ما هو موجود في التوراة بإقامة الحد على الزاني والزانية فقام ذلكم اليهودي ووضع يده على آي التوراة على كلام الموجود في التوراة عندهم حتى لا يعرف ما هو موجود فيه من هو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقراءة ما فيها فإذا هو الزانية والزانية رجمان فأقام الحد على اليهود واليهودية إذن هم في حقيقة الأمر تبدونها وتخفون كثيرا قرأتش تبدون ما أراد ويخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا هذا من إقامة الحجة أنتم ولا آباءكم هذا السؤال الأول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فهو سؤال يراد به أن يقال أن يفهموا ما أنزل إليهم وأن الله جل وعلا يريد من ذلك إقامة الحجة على هؤلاء اليهود وهو ذلك بطريق الاستفهم فهو في الزام المخاطب بطريق الاستفهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال الله في آخر الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يعني في حقيقة الأمر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هو الجواب قل الله فليهود لم يستطعوا جوابا وحاروا فالله جل وعلا بيّن أنه هو الذي آت آت موسى عليه السلام الكتاب ثم قال له ثم ذرهم في خوضهم يلعبون لا يستفيد من أنزل فهذا هو الطريق الأولى نأتي وإياكم إلى كذلك من إقامة الحجة وعلى القوم المجادرين ثانيا الزام المخاطب بما يقتضيه العقول العقل البشري الله جل وعلا يلزمه بما أراده منهم سبحانه وتعالى نأتي وإياكم إلى مثال لهذا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لفسد تدبير السماوات والأرض واختل نظامها والسماوات والأرض لم تفسدها فنتج عنهن ليس فيها آلهات إلا الله الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآن كما هو أمامكم نظام مخاطب بما يقتضيه العقل العقل أيها المخاطب الآن ننظر إلى السماوات هل هي سائرة جارية أم الشمس تخرج في وقت غير نظامي والقمر يخرج في وقت نظامي وتداخل مرة شمس ومرة قمر والنجوم تتساقط غير ثابتة في السماء ولو نظام السماء مختل والكواكب تتصادم هل هذا واقع؟ لا إذن ما للذي يدبر الأمر؟ كم إله؟ الله جل فعله إله واحد لو كان فيها أكثر من إله ماذا يحدث؟ تفسد السماوات هذا يريد كذا وهذا يريد كذا كل إله يحكم بما عنده لكن الله جل وعلا يلزمهم بحقيقة الأمر كما لو كان في بلاد ملكان لا يمكن يستقيم الأمر هذا يريد كذا وهذا يريد كذا يضع نظام كذا هذا يضع نظام آخر في الحقيقة سيقسم بينهما أن تأخذ الجهة هذه والآخر يأخذ الجهة هذه هل هذا أيضا محادثة في السماوات؟ لا هو كل السماوات والأرض المتصرف فيها والله جل وعلا لذلك الله جل وعلا يلزمهم لو كان فيهم آلهة إلا الله فسدتها لو كان فيها آلهة غير الله جل وعلا لا أدى ذلك إلى فساد السماوات لذلك الله جل وعلا يقول ما اتخذ الله من ولد جل في علاه ليس عند ولد سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لو كان هناك إله إذن لذهب كل إله بما خلق هذا يذهب بالجهة هذه وهذا يذهب بالجهة هذه وكل إله يذهب بما أراد لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذا يريد أن يسيطر وهذا يريد أن يسيطر وهذا الإله يريد أن يفعل كذا وهذا الإله يريد أن يفعل كذا كما هو حال الناس اليوم تجد هذا يملك كذا وهذا يملك كذا أكثر من محتحكم في مكان لكن في السماوات والله جل وعلا هو المتحكم وهو الإله وهو المقدر فجل في علاه لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وهذا من إثبات أنه لا إله إلا إله واحد سبحانه كذلك قل لو كان معه آلهة هم يقولوا معه آلهة إذن يقول الله قل لو كان معه آلهة وذلك في إلزام المخاطب بما يقتضيه العقل قل لو كان معه آلهة كما يقولون هم يقولون معه آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل لو كان هناك آلهة لكل واحد يريد أن يسيطر على العرش على ذلك المكان على ذلك الجلوس كل شخص يريد أن يسيطر على هذا المكان هو الذي يكون متحكم إذن كما قال الله إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يسيطرون وربما هذا يريد القضاء على هذا وهذا يريد القضاء على هذا ثم قال الله سبحانه وتعالى سبحانه جل في علا سبحانه جل في علا سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير كلام باطل لا حقيقة له السماوات مستقرة والملك مستقر والملك ملكه والأمر أمر والتدبير تدبيره والرزق رزقه وكل شيء هو مالكه جل في علا إذن هذا هو الزام المخاطب بما تقتضيه العقول كذلك من الصور التي فيها أثبات للمجادلة الاستدلال بالمبدأ على المعاد هم جادلوا فقالوا أن الإنسان لا يمكن يبعث لماذا لا يمكن يبعث لا يمكن يبعث إذا أصبح ربي لا يمكن يبعث الله جل وعلا يعطيهم أمرا أشد مما قالوا يقيم عليهم الحج فاستدل الله جل وعلا بمبدأ الإنسان أصلا كيف خلق الإنسان قال الله فلينظر الإنسان مما خلق كيف خلقت أيها الإنسان تريد أن تنكر أصل خلقك وجدت ثم عدمت الله جل وعلا يبعثك مرة أخرى لكن في هناك أمر أنت كنت عدما لم توجد نهائيا هذا أصعب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فقال الله الذي خلق الإنسان أول خلقه مما إن دافق إنه على رجعه لقادر فهنا الرجوع خلافاً للأمر الأول لو أتينا بسيارة قلنا اصنع سيارة جديدة وأتي بأدواتها وأغراضها وما هنا أمر يصعب لكن لو فككنا سيارة أمامك وقلنا الآن أعد تركيب هذه السيارة يبقى أمر سهل أسهل من الأول لو قلنا أصنع مكاء كرسي مثلاً وأتي بأغراضي وأدواتي وما يحتاج هذا الكرسي إذا ما تصنعه أمر صعب لكن لو فككنا الكرسي قلنا أعد تركيبه يبقى أسهل من الأول فكذلك الله جل وعلا يضرب خلق الإنسان أول مرة أصعب من إعادته فإعادته تبقى أمراً آخر وأسهل إذا كنت يقول الله عز وجل فلنظر نساهم خلق خلق مما إن دافق أخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر هذا من استدلال بالمودع على المعهد كذلك الاستدلال بقياس الأولى معناه كذلك الاستدلال بقياس الأولى قياس حياء الموتى على خلق السماوات والأرض كما في قول الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ونمع بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى هم قالوا كيف الله جل وعلا يحيي هؤلاء الموتى الله يعني في معنى كلامهم أمر معجز أن الإنسان يحيي هؤلاء الموتى ويبعثهم ويخرجهم من قبورهم هم في ظنهم ذلك الله جل وعلا آت إليهم بقياس أولوي قال الله في محكم التنزيل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض السماوات ما في السماوات شمس وقمر وكواكب ونجوم وأشياء لا نعلمها والإنسان لو ظهر إلى مكان ورأى النجوم بكثرتها لا اندهش لا يجده في لسان حاله إلا أن يقول سبحان الله سبحان الخالق يسبح الله في النظر إلى السماوات والأرض وما فيها من أنهار وأشجار ومخلوقات وكائنات أيهما أشد أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقه بقادر عليه حي الموت الله جل وعا خلق ذلك من كله ولم يكن هناك جل في علاه تعب أو إرهاق ونحو ذلك جل في علاه سبحانه بقادة على حي الموت حي الموت أمر أيهما أشد أهل خلق السماوات والأرض وما فيها أو خلق الإنسان إعادة خلقه وإخراجه من المارتة الله جل وعلا يخرجه من قبره قد وجد ودفن ما ظنكم لا شك أن الأمر الأول خلق السماوات والأرض أشد لذلك الله جل وعلا قاس هذا الأمر على حي الموت فالإنسان العاقل المتفكر متذبر سينظر بقرارة عقله وتفكيره وتدبيره أن خلق السماوات أشد من خلق الأرض ولكن أكثر الناس كما قال الله لا يعقلون كذلك يا حبتي في الله نأتي إلى المطالب البرهان على صحة الدعوة وهذا من أساليب قامة الحجة على ذلك من منكر ينكر الدعوة فماذا قال الله جل وعلا من أمثلة لهذا قول الله جل وعلا للكتاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ماذا قالهم وقالوا لن يدخل الجنة هذا قولهم اليهود إلا من كان هودا أو نصارى وغيرهم لن يدخل الجنة يعني لن يدخل الجنة لمن كان يهوديا أو نصرانيا فقط يعني المسلم لن يدخل الجنة فمن الذي يرد عليه في هذه الآيات الله جل وعلا هو خالقهم فكيف يتحكم فقلوا الله جل وعلا قل هاتوا برهانكم أعطوني ما يثبت صحة كلامكم إن كنتم صادقين أعطونه بالحجة والبيان هم لا حجة لهم ولا بيان لكنهم قوم بهتان فلذلك قالوا لا يدخل الجنة لمن كان هدى ونصارى فالله جل وفعله طلب الحجة من اليهود والنصارى كذلك التحدي وذلك من صور الأثبات وبيان الجدل قوته الله جل وعلا في الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل وقوله تعالى في إثبات عجل الكفار عن التان بسورة مثل هذا القرآن قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين هنا تحدي أحيانا يضطر الشخص أن يتحدى غيره خاصا إذا كان كلامه عاريا عن الصحة وبعيدا عن الصواب ويريد أن يبطل الحق فالله جل وعلا قال له في هذه الآيات قل ادعوا أنتم الآن تدعون غير الله جل وعلا تعبدون الأشجار وتعبدون القبور وتعبدون الأحجار وتعبدون هذه الأصنام الآلهة فأيهما حق اللهم هذه الآلهة التي تعبدونها هم قوم ينكرون فتحداهم الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أي واحد منكم يصاب بمرض يذهب إلى هذا الصنم أو إلى هذا الشجر أو إلى هذا الحجر أو إلى هذا القبر ويدعوه اجلس يدعي عند هذا القبر ما شئت من دعاء أطلب منها ما شئت من دعاء هل سيستجيب لك صاحب القبر يا أخي عقلا أخي الطالب واختطالب وكان صاحب القبر يملك لنفسه نفعا أو ذرا لما مات لدفع الموت عن نفسه وعن قاربه وعن من يحب إذن إذا كنتم تظنون بهذا القبر أو بهذا الصنم أمرا إذن اجعلوه يكشف الضر عنكم لذلك الكفار حتى وهم كفار ماذا قال الله عنهم فإذا ركبوا فيك ماذا يفعلون دعوا الله مخلصين له الدين هذا حال الكافر إذا صبتوا مصيب وضر دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجوا من البر مباشرة يرجعون إلى ما كانوا عليه إذا هم يشركون فهذا ما أظنك فالله جل وعلا تحداهم أن يكشفوا أن هذه الآلهة تكشف الضر عنهم أو تحولوا أمرهم وتغيروا حالهم وتجعلوا لهم رزقا كذلك قل فأتوا بصورة مثل ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين القرآن أمامكم أتحدى وتحدي أن يأتون بمثل هذا القرآن اجمعوا من تعبدون وأتوا بآلهتكم التي تدعون وأتوا بمثل هذا القرآن كما تزعمون لا يستطيعون كذلك حبتي في الله نختم حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام دار بينه بين النمرودي حوار في صورة البقرة ذكره الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه النمرودي حاج إبراهيم أن أتاه الله الملك هذا الكافر أوتي ملكا إذ قال إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفيا موحدا نبي من الله جل وعلا وهو من أولي العزم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الله جل وعلا هو الذي يحميت النمرودي قام يجادل قال أنا أحيي وأميت إبراهيم عليه السلام كيف أنت تحيي وتميت فأتى برجلين من السجن من عند أخرجهم من السجن وآتى بواحد منهما قال أنت معفو عنك قال أنا قد حيت يقول إبراهيم النمرودي يقول إبراهيم أنا قد حيت هذا الرجل الذي عفوت عنه ثم قال وآتى بالآخر قام وطلب بقتله قال اقتلوه ثم قتل الآخر قال رأيت يا إبراهيم أنا حيت هذا وعفوت عنه وهذا أنا أمدته لأن أمرت بقتله الله هذا النمرودي أظنه لا يعي ما يقول الله جل وعلا خلق الإنسان ولم يكن شيئا وأنت تأتي تقول حيته بمجرد أنك عفوت عنه إبراهيم عليه السلام لم يجادل أعطاه حج أقوى منها لماذا لن إبراهيم عليه السلام أوتي بيانا من الله جل وعلا والله جل وعلا ناصر أولياء إبراهيم لم يجادل يقول أنت لم تحي وتميت هذا فيه وأنت فعلها قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب انتهى الحوار انتهى الجدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجة ذلك من النمرودي الله يأتي بالشمس من المشرق يا الله يأتي بها من المغرب اعكس ننتظر كهوما قاد أن تعكس النظام الشمس تأتي بها من المغرب فيتخرج من المشرق النمرودي سكت قال الله فأبوهي الذي كفر انقطعت الحجة عن النمرود فبهت الذي كفر الله لأهد القوم والظالمين إذن ذلك من أقوى الحجج ومضة إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل فدائما تجدهم مجادلون ويتركون العمل لذلك الجدل يورث قسوة في قلب الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا المرأة الجدل نشاط نأتي وإياكم إلى نشاط أذكر صورة من صورة جدل في القرآن الكريم ذكرنا أكثر من صورة فما صورة واحدة نحتاج نعم أخي الطالب أخي الطالب أجيبه صورة واحدة من صورة جدل التي ذكرناها نعم أحسنتم كل واحد قد يذكر لكن عندنا التي ذكرناها سدلال بقياس الأولى كقياس حياء الموتى على خلق السماوات والأرض كما في قول الله جل وعلا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أحياء الموتى ذكرنا أن خلق السماوات والأرض مع عظمها وكبرها إلا أن خلقا سنبقى أضعف ومع ذلك كيف تذكرون حياء الموتى والله قادر على أحياءه كما جل في علاه خلق السماوات والأرض ومع ما فيها وعظمها ولم يعي بخلقهن ففي الأرض بحار وأنهار وأشجار فعظم خلق الله عظيم أتينا وإياك محبتي في الله أخي الطالب أختي الطالبة إلى ختام درس اليوم ذكرنا صور جدا في القرآن تكلمنا عنها وتحدثنا في بيانها أسأل الله جل وعلا أنه كنا قد وفقنا في بيان ما أردنا بيانا وأسأله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه ويجعلنا ممن يتدبر كلام ربه أخي الطالب أخي الطالبة في ختام درسنا نختم بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك ونلقاكم بشوق بإذن الله تعالى في درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد